ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أما الذي يستعملها في طاعة الله وفي الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة يؤجر على ذلك فتشكر الله إنه شرع عليك الزواج وتشكر الله تعالى أن وفقك له أنه شرع للمسلمين الآن وفي كثير من المسلمين ما قادرين يزوجوا الما قادر ما عنده مال والما قادر عنده مرض معين والما قادر ما لاقي زوجة صالحة أو التي يعني يريد ممن يعني تكون من صاحبة خلق ودين إلى آخره فالله سبحانه وتعالى كونه يهيئ ليك تزوجت نعم دار شكر وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الوقفة الأولى الوقفة الثانية أن الزواج فيه انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في الحياة ذول كان عازب وخش في الزواج بيقى في عالم تاني زمان بمش ودخر زي ما دائر بالليل هسي بيقى عنده أولاد بيجي في وقت معين زمان بمش سافر وأيام وشهور وقد سنين الآن اتغير الوضع وبيقى مربوط به شخص آخر وهذه وهي زوجته وهذه الزوجة فطالما خش في مرحلة تاني رب العزة والجلال قال لتركبن طبقاً عن طبق يعني حالاً بعد حال فالمرحلة التانية دي كما أنك توفق أو وفقت لطاعة الله في الأولى فالثانية ادعو الله يوفقك وعمل بأسباب التوفيق فيها الزوجة دي تدعاوا معاه على البر والتقوى ماذا تبقى حياة مسلسلات وحفلات تأمشوا سوا وسأيقى في الشارع متبرجة وإلى آخره وامور أخرى لئت الزوجة دي تدعاوا معاه على الطاعة تعلم الدين وتعلم الخير وإذ جانب النساء تنشر الخير وإذ في جانب الرجال تنشر الخير وهكذا وكان الله رزقك ذرية تربي الذرية على الطاعة البيت والولد الله برزقك بعدين ذرية إن شاء الله تعالى وهكذا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الوقفة التالتة والأخيرة أن الزوج يختار الزوجة الصالحة والزوجة تزوج للزوجة الصالح للرجل الصالح قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون إلى آخر الآية وإذ تختار الزوجة الصالحة وهي ذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني قال لك الناس يزوج المرأة لأربعة أمور للمال واحد دار المر عندها قروش يقول لك نحن مرميين ما نقع في واحد مرمية تأخذ الله ما بيرزقك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله وشنو من فضله واحد يزوجها عشان الجمال قل لك شفت بس جميلة دي تاني الباقي ده كله بالجيه إن شاء الله بس بعدين تعجب الزهول تكون جميلة جدا إلى آخره واحد عشان الحسب وكهل ناس فلان وناس فلان إلى آخره واحد عشان الدين وإنت في النهاية تختار الدين وكونك بتختار الدين ما قال لك إلا تكون يعني مرأة دميمة أو كذا أو كذا ما في حرج كونه تكون صاحب الدين ودعجبك ما في حرج لكن ما تقدم الجمال على الدين لذلك إلا تكون المرأة تكون صاحبة دين دين بتختار ده أول شيء بعد ذاك تاني فتش الأشياء التاني عند دين وجميل عجبتك تأيز زوج طوالي الله يوفق والدين أساسه وأعظم شيء فيه العقيدة الصحيحة شكية رب العزة والجلال قال في سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فالمرأة تكون عقيدة صحيحة مش تزوج لك واحد تمشي الشغل هي تمشي ليدجال يقول لشوف لينا الرائحة وين والراجل دانا خايفي تزوج واحد تانية كذا أكتبوا لي وأعمل لي كذا والمرأة تعتر تنادي يا فلان الحقن والمرأة تحلف بغير الله وحاد فلان وحاد علان دي ما صاحبة العقيدة صحيحة لا قد تكون موحدة الغيب بيعلم الله وحده لا شريك له ما في دجال ولا غير دجال ولا زول بالدعي الولاية ولا بالدعي الصلاح يقول أنا باعلم الغيب أنا بجيب الرايحة ومن هنا أنا بشوف الهناك وبشوف في المنطقة الفلانية إلى آخرهم آف قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال جل وعلا ولله غيب السماوات والأرض تل الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه في القرآن يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ونصوص كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير دا ما يعلم إلا الله المرأة تكون عقيدة صحيحة موحدة تعتر تنادئ الله جاءت مصيبة تسأل الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين تكون عقيدة منحرفة الله يرزوك منا جنة والد علق له الحجاب ودع للكمون ودع بعمل ودع شيرك بالله بالله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد وفي السيسلة الصحيحة من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك يقول علق حجاب علق كمون علق غير ويقول لك ده من العن وده من شنو ده من شنو ده شيرك بالله سبحانه وتعالى لذلك المرأة تكون على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة لأنه كثير من النساء تقعد خمس سنة ما أنجبت الله ما رزق طوالي النسوان بكرهن وإتي وليسه وأمشي لفلان فلان ما له فلان بديك جنة شيخ فلان بديك جنة والفكير فلان بدي جنة والزول من كرامات بدي جنة ده شيرك بالله سبحانه وتعالى ما فزول بدي جنة رب العزة والجلال قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون البدي الجنة الله والبرزق الله والبنفع الله والبنك الدر الله سبحانه وتعالى لذلك المرأة تكون على التوحيد كذلك الرجل عندك بيت ول ولية دار تزوجة الرجل ده يكون على الدين يكون رجل يحمل هذا الاسم رجل فعلا رجل ورجل ده مش يعني زول بدق عشر انفار وبدق كذا وكذا رجل بمعنى أنه يحمل هذا الاسم كاملا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل ورب العزة والجلال قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآطرة وصال رجال هاتوا له امتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كن صاحب دين وخلق هذا الرجل والآن صاحب الدين والخلق الناس بيصخروا منه العرس دارين يعمل حفلة وحفلة عارف فيها غنى وفيها اختلاط وفيها محرمات يقوم شنو يقف ضد المجتمع ما يعمل هذا زول رجل مزول موفق مجتمع الآن إذا طبقت السنة بإسخار بك إنت ملتحي يقول لك داشنو تقول للرسول عليه الصلاة والسلام مجماعة فلان ولا علان ولا تبقى في جماعة معينة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم من رواية بن عمر رضي الله عنه خالف المشركين قالوا داشنو دا مطبق الدين قالوا كيف يعني ومساكل كثير يقصر إزاره يسخروا به وليك التليلها بصير النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في سنن أبي داود في غيرها من الكتب في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ومن جر ثوبه بطرا لم ينفر الله إليه من غير تكبر قال لك بود النار كونه تحت تحت الكعب العظم الفوق دا وكونه قال لك تجر تكبرا من غير تكبر حرام وبيتكبر الزنب أكبر قال لذلك يا جماعة الناس ستتق الله سبحانه وتعالى وتشكروا الله على مثل هذه النعم وما بكم من نعمة فمن الله ومن الشكر أن تستعمل النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ونبارك للزوجين أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير ونشكر للجميع على حسن الاستماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم